تشوف التلفزيون فرحت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويتباهى بالتوقيع الكبير أنه على القرار اللي أخذه في العقوبات على المرشد الأعلى لإيران خمأني وعلى اللي هم في المكتب ماله وهذا أنا بس على سؤال هل المرشد هذا مثلا يترك البيت؟ هل هو يروح سياحة؟ هل هو يروح مثلا جنوب فرنسا ويسبح ويأخذ شمس فيها مفصخ؟ لا المرشد هالي هالي سناك ولا يتحرك من محله والفلوس يحطرنا في خزانات في صناديج ويعاطي منها ويساعد منها ليس في بنوك ولا في بنوك تأخذ فلوسهم هم حذرين من الأشياء هذا ابتدينا نضحك على أنفسنا نضحك على أنفسنا وعلى شعوبنا في الخليج العربي يا جماعة اسمعوا الكلام هذا الكلام اللي هو هذا مثل ما يقول بالأمريكان هذا شيء كلام حشي حشي بدون أي نتيجة لهذا السبب خلونا يا جماعة نجتمع المجلس التعاون الخليجي كاملا ونتكلم في هذا الموضوع ونقول الإيرانيين اللي هم ضررين أنفسهم وضررين شعبهم وضررين أنفسهم لا يقدر الواحد يسافر محبوسين هناك والفقر يرتفع عندهم هذا يرجع نجلس إياه مع طاولة خليهم هم يطلبون منه نجلس إياه مع طاولة وهذا اللي بياخد قرار منهم الإيرانيين هذا الشجاع مش جبن ولا تراجع ولا تنازل بس الله يهدي الجميع في رأيي أن قرارات ترامب ما لها معنى وأن كل ساعة يجبون كلمة الطيارة المسيارة طاحت وما أدري إيش ما عملوا طيارات كثيرة طيح ما لا أهمية هيترجع عليها وحتى التلفزيونات العربية قولوا عندنا تلفزيونات الكبار هذه يتكلمون الطائرة وما أدري إيش ويجبون محللين لا يفهمون رأسهم الريلهم مع الأسف الشديد حبيت أقول هذا اليوم ويجب أن نراجع أنفسنا وعقلنا لمصلحة بلادنا وخليجنا وأمتنا وشعبنا وقادتنا والسلام عليكم